انا معايا المحامية مجدى الهلباوي اللي رفع الدعوة على اتحاد الكرة قبل المنديال بمدة لحله لانها شمت رائحة الفساد السيدة مجدى اهلا بحضرتك اهلا بك يا سيد محمد اهلا يعني قوليني رأيك في المؤتمر النهاردة وبعدين نتكلم عن الدعوة القضائية اللي حديك رفعها وليه بص حضرتك هو قصة المؤتمر كان مفهود يكون منظم اساسا يعني احنا بلد المفهود لناها تاريخ وحضارة شوية يعني شوية كده بش لازم يقول كتير قوي سبعة تلاف سنة والكلام اللي بيتقيل ده بس على اه مؤتمر بيحبر له اه اتحاد كورة يعني فيه ادارة للاتحاز يعني لازم يتنظم المؤتمر بشكل افضل من كده الناس بتقفشو تخلق مع بعضها الصحفيين بيتوزع عليهم اه بيان بالاسئلة بتاعتهم بتطرح الاسئلة بشكل اه اه مهزب قدام المنصة والناس بترد نعم احنا مش في اخناقة ولا احنا في الشرع نعم بس ده المعتاد حتى في معظم الجماعيات العمومية تاعت التحاد الكورة نعم اه اه عايز اقول لحياتك حاجة تانية مهمة اه انا ماخدتش الحكم اللي فات ده لحياتك بتقشرت لي انا واخد حكم من قبل كده مم اه اه انغاء نتيجة انتخابات الانتحاد الكورة لما شابها من عوار وتزوير وتصويت ناس ما لهمش عقل تصويت يا ايه اه في مجلس حسن علام بتتكلمه جاد اه مجلس جماعة علامة يعني اتحاد الكورة ده مزور يعني ابو ريدة قاعد على اتحاد باطل بحكم محكمة باطل بحكم محكمة يلا هوين اه وحكم المحكمة ده قال الغاء نتيجة الانتخابات مش قال كمان حكمة مش قال المجلس دا يتحل قال الغاء نتيجة الانتخابات يعني كأن الموجودين حضرتك على الكراسي كلهم غير موجودين تبقى للقانون ما تنفسي ليه يا استاذ انا يجوز له متاب انا الحقيقة عملت اعلان للسيد وزير الشاب ورياضة السابق خالد عبد العزيز اه اه هم تحجاجهم بان الفيفا هتوقف النشاط اه في مصر طبعا الفيفا توقف النشاط في حالة التعدي على قوانين الفيفا لكن فيما يتعلق بما يتعلق بادارة العملية اه داخل الاتحاد اللي هو الفرق اللي هو الاتحاد الاقليمي اللي زي بيسموه عليه الاتحاد المصر في قوات القدم ده ما بيش حاجة خالص لها الفيفا تدخل وعلى ذلك رئيس مثلا هندراس منع من النشاط الرياضي لفترة طويلة جدا اه بعض البولاندا مثلا هدي حياتك مثلا بولندا اه في وقت بالاوقات اه حلت الاتحاد البولندي كله وجابت بياته اللي كان لعب المنتخب اللي كان كابتن منتخبها في كاس العالم وحطيته هو الاتحاد اه ده لمخالفات مالية وادارية فيما يتعلق يعني اي حاجة تتعلق بالقانون المالي والاداري والجنائي في الدولة مفيش اعمال اي 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 حضرتك بعاتي لوزير الشباب اللي هو الجهة الادارية المختصة حضرتك زينا عايز اقول لك المأساة المأساة يا سيد محمد اولا ان انا لما خدت الحكم وزير الشاب ريضا استشكل عالحكم عارف يعني ايه استشكل عالحكم يعني هم هو القراقب عليهم لما يلاقي اخطاء هو يصلحها بالزبط ديما يغولوا الدستور والقانون اه فجأت ان هم بيستشكلوا عالحكم وفجأت ان هم اتحاد الفورة نفسهم كمان بعتولي اندية داخل اعضاء داخل جماعة عمومية وعايز اقول لك برضو جماعة عمومية دي فيها مشكلة ايه بالزبط كل دول دخلوا استشكلوا الاشكال بتاعهم اترفض مستمر بتنفيذ الحكم بحكم محكمة واعلنها للجنة الانتخابية داخل الانتخابات ورفض التنفيذ حكم المحكمة بايقاف الانتخابات لحين تضحيح العوارل في الانتخابات وكملوا الانتخابات وقالوا لا احنا مش ننفذ حكم المحكمة. يالي لا رب. قالوا كده قالوا كده لو حايتك ارجع لشريطة الفيديو. اللي خاص بيوم العملية الانتخابية والممكن الاعداد عند عايتك هيلاقيه بسهولة جدا. هتفاجأ ان اليوم ده اخترناهم بحكم من محكمة صادر بالحكم في الاشكال اللي هم عاملين. يعني كان صادر الحكم وما اعتدوش به. كان امتى كان امتى الحكم وكان امتى الاستشكال? اه كان في شهر ثمانية الفين وستاشر. اه. وفي نفس السنة اه خالد عب عايزة عمل استشكال على الحكم. اه لما اخد الحكم وكان عملتيش تاني ليه? ما حركتيش تاني ليه? اه دعوة التنفيذ. يعني انت تنتفع قضية على وزير الشباب ووزير الداخلية ورئيس الحكومة. كل الجهة التنفيذية. يعني كان. بص حضرتك اه كل هم اشاعوا. بص عندهم اولا عندهم اقلمهم في الصحف كلها. ام. اولا مش هايز اقولك انا تعرضت لضغوط قد ايه? من كاتل النواعي سواء في بيتي سواء في شغلي سواء في نقاط المحامين اللي بنتمي ليها. مش عايز اقولك. الزبانية عملوا ايه معايا طول الفترة. هي الزبانية. الزبانية بطاهم يعني. صحيح انا عايز. انا عايز. يعني انا مش هواسي حضرتك ولا هقولك. في حالة زي دي ما حد بيواجه فتاة في مصر بيحتلوا ايه? دي ما احتفظ بها النفسي ان انا كنت قدر على ان الغي كل ده. حضرتك احنا النهار ده غير انا بادعوك اتيجي البرنامج عندي تتكلمي وتقولي التهديدات كلها اللي جات لك. من اي حد بعد ما اه رفعت دعوة خدت حكم بحل هزا الاتحاد الباطل. بدعوك تجيلي الاسبوع الجاي اي يوم حضرتك. اه المهمة بالورق. انا اهمني انا اهمني للوقت دي. اه. انك حكم المحكمة ده اشير بس للناس صفة من النقطة دي. اه. حكم المحكمة ده صدر في القانون القديم. اه. ولا يلغى لان حكم محكمة صدر في القانون القديم. اه. والوقع قصة في القانون القديم حتى لو صدر قانون جديد. اه. يبقى برضو ما يلغيش للحكم. تمام. تمام. انت بتتهمي حد انو هددك بعد ما خدت الحكم ده? يعني هلا بريد اهددك? هل حد يتابعه هددك? لا 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 لا. اهم لا يجرؤ ان هم يعملوا كلام زي ده. برسالة ما. لما محامي يبقى يرفع عليها دعوة ويقول دي ممنوع عندها عايزين نشتربة من نقابة المحامين. محامي تاني يرفع عليها دعوة تانية. تمام. انا مش هيدي اقول لها حدرتك. يعني والتاني يقول لك دي عليها احكام قضاية. والتاني يقول لك اصلاح الاربان ام البوليس. انا بقول يا جماعة. انا اقول الكلم ده ولا يشغل دماغي ولا حطاه في دماغي. ولا عم ما فيش مشاكل. انا هي من انا واخدى حكم. وكان المفروض يتنفذ. واحنا معاك. تحجيجوا بالفيفا. الفيفا نفسها. قالت الموضوع شأني داخلي. طيب. واحنا ملناش ممكن تقدمي تاني الحكم الوزيري الشباب الجديد بعد اذنك. تبعاتيه على الدماغي. اعلنته للوزير. واعلنته للوزير واعلن الحكم تاني. اعلنت الصيغة التنفيذية للوزير. وبعتلنا صورة منه يا استاذة مجدد. دلوقتي. هننزلها. بشكرك الفارسة المحمية الاستاذ مجدد الهلباوي. اذا هذا الاتحاد باطل. جواب.